انابى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله وزيرة الصحة سعادة الاستاذة فائقة بن سعيد الصالح لحضور حفل التخرج السابع الذي نظمته الكلية الملكية للجراحين في ارلندا جامعة البحرين الطبية وذلك بمقر الجامعة حيث نال اكثر من مائتي طالب على درجات البكالوريوس في التمريض والطب بالاضافة الى درجتي الماجستير في ادارة خدمات الرعاية الصحية والماجستير في ادارة الجودة والسلامة والرعاية الصحية المقدمان من معهد القيادة الذي تستضيفه الكلية الملكية للجراحين في ارلندا كما منح باقي الطلاب عضوية الكلية الملكية للجراحين في ارلندا وعضوية كلية طب الاسنان التابعة للكلية الملكية للجراحين في ارلندا وكان بين الخارجين 150 طالبا من مرامج البكالوريوس والماجستير في التمريض وهي اكبر دفعة من خارجي التمريض في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس كلية التمريض والقبالة واكدت وزيرة الصحة على ان هذا الحفل يعد تكريما لجميع الطلبة والطالبات الخرجين الذين بذلوا وسهروا وقدموا الكثير من الجهد من اجل نيلي واكتساب المعرفة والمهارة وهو بلا شك سيعود بالكثير من النفع والفائدة على كافة المرضى وعلى مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة كما اشارت سعادة الوزيرة الى ان وزارة الصحة قد اولت خلال السنوات المنصرمة اهتماما كبيرا لتحسين جودة وكفاءة الرعاية التمريضية المقدمة وبناء وتنمية قدرات الكوادر التمريضية والاستثمار فيها وذلك من خلال رسم الاستراتيجيات الوطنية ووضع الخطط والبرامج التدريبية الهادفة الى سقل المهارات والكفاءات وتمكينهم من مواجهة تحديات ووضع الحلول المناسبة لها اشتركوا في القناة